الكلام اللي ترادد خلال ايام الماضية كثيرا كثيرا ان عالي معلول ممكن يمشي من النادي الاهلي بص الاهلي دلوقتي بقى منفتح لفكرة ان انا اسمع بس مش شرط اوافق بس اسمع فالنادي الاهلي من حيث المبدأ ما عندوش مانع انه اسمع عرض العالي معلول على سبيل الاعار بس بشرط انه عالي معلول يجدد سنة مع النادي الاهلي قبل ما يطلع اعار عشان هو عاده يخلص السنة الجاية فبالتالي الاهلي محتاج ان عالي معلول يجدد سنة لو وافق النادي الاهلي على خروجه على سبيل الاعار هتقول لي ايه ده ايه ده الاهلي ايه سنة عالي معلول هقولك لأ حتى هذه اللحظة اصلا ما فيش عرض رسمي جيل النادي الاهلي سنبقلك المعلومة من النادي الاهلي النادي الاهلي منفتح لفكرة انه يسمع عروض وفي الاخر يرفضها بالمناسبة وقلت الكلام ده مبارح انه الاهلي بدأ يسمع العرض اللي جاي للشناو من نادي النصر السعودي اللي هو الرقم المعروض يعني بس الاهلي مستعد يسمع رقم جديد يسمع مفاوضات يخش في المفاوضات فهو الاهلي مش بيوافقه خلاص خاصة لما بتتكلم على اعمدة اساسية ورئيسية في الفريق بس لما تسمع ارقام دلوقتي بقت تدفع الاهلي بيحسبها عمليا دلوقتي يقولك والله علي معلول كمته كبيرة جدا في الفريق محمد الشنو كمته كبيرة جدا في الفريق بيبص زي ما كل الاندال كبيرة في العالم بتعمل دلوقتي ببص على معدل العمر ببص على العطاء طب انا الرقم اللي انا هاخده دوت رقم ممكن يفيدني واجيب لعبين اصغر سن مثلا انا بقولك مثلا هتقولي لا 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 بس ده ده تفكير غلط هقولك لا لا جندجان ده افضل لعب ومانشستر سيتي الموسم الماضي سيباك من هالند يعني احطه على جنب ده ده كان اخر يعني بس جندجان كان من افضل لعب منشستر سيتي الموسم اللي فات ومنشستر سيتي عشان الراجل تقدم في العمر مفيش مشكلة يروح برشلونة وااخد فيه رقم يلا جندجان مشي تمام هتلاقي مثلا ريان مدريد كريم بن زي ما افضل لعب في العالم احسن مهاجم في العالم تقدم به العمر وجاي فيه اركام او حتى من غير اركام كويسة بس اعمل شي واجيب لعب اخر لعب صغير في السن ماشي تمام ده مش معناه انه هو ريان ما دي تضحب كريم بن زي ما ولا منشستر سيتي تضحب جندجان لا انت بتعمل دايما اف جريد او تحديث للفرقة بتاعتك ودي سمات الفرقة الكبرى اللي مايعملش كده يحصله في النص بقى ايه فاكرين دايما كنا بدون ايه المرحلة اللي انتقالية الصعبة اللي هو بقى عندك معدلات اعمار كبيرة جدا وفجأة عايز سنة عنهم كلهم وفجأة عايز تعمل فرقة جديدة فجأة فتقعد سنتين تلاتة عندك مشكلة لا هو كل شوية طلع عنصر او اتنين كبار وجد الفرقة بشكل سلس وطبيعي فما تحسش ان يحصل لك مشكلة